وصلت سلطات الاحتلال الصهيوني حملات المداهمة والاعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث اعتقلت حوالي 12 مواطنا فيما أصب عدد من المواطنين جراء المواجهات التي اندلعت مع الشباب عاقب عمليات الاقتحام ففي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال فجر الاثنين شابين بعد اقتحامها بلدة قوعة شرق بيت لحم وسط مواجهات مع الشبان وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين شادي نايف العمور ومعاد إبراهيم العمور 21 عاما وهما أسيران محرران من سجون الاحتلال وفي نابلوس اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شباب من مخيم عسكر الجديد شرق نابلوس بعد اقتحامها للمخيم وتفتيشها عدة منازل وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال فجران ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل بينهم نجل شهيد قسامي كما دهمت بلدات شرق محافظة الخليل وفي ذات السياق دهمت مجموعة من جنود الاحتلال قرية الشيوخ شرق محافظة الخليل وشرعت بعملية تفتيش دون التبلغ عن أي اعتقالات في البلدة قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الشيوخ بست سيارات عسكرية وقامت بتفتيش منزل المواطن بسام البحيري البدوي وسط البلدة حيث دارت مواجهات عنفة بين شبان البلدة وقوات الاحتلال التي تم إجبارها على الانسحاب وكان بيان صادر عن جيش الاحتلال قال إن القوات الصهيونية اعتقلت اليوم 12 فلسطينيا بينهم عشرة بزعم قيامهم بنشاضات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية